بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المنسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد يا أحباب نناقش مع نص الفهم القرائي نقرأ النصين ثم سنقوم بحل الأسئلة الموجودة عليهم جميعا فنأخذ وقتا طويلا لأن هذين النصين مهمين جدا ويجب علينا الانتباه لذلك لا تنسوا المايك والاشتراك في النهاية إن أعجبكم الفيديو مجالس علم المجلس الأول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البواد قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله فقال هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي قال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا رواه البخاري وفي رواية أحب إلي من حمر من حمر نعم حمر نعم عن الإبل أفضل أنواع الإبل هذه بعض أشجار البوادي شجرة السدر شجرة الطلح شجرة السمور السموري شجرة السموري من أشجار البوادي مفرد بوادي بادية المجلس الثاني كان أحد حراس قصر الخليفة العباسي هارون الرشيد يدعى علي بن المبارك يحب العربية ويرغب في الاستزادة من علومها لكنه لا يستطيع حضور مجالس العلماء في ذلك الوقت لارتباطه بأداء عمله اليومي هو أحد حراس قصر الخليف هل استسلم علي بن المبارك لذلك وترك طلب العلم؟ وهو الذي يحمل طموحاً واسعاً وحباً عظيماً للعلم والعلماء ما هو العالم الكسائي يتردد على قصر الخلافة يومياً لتعليم ولدي الرشيد الأمين والمأمول قادماً من أطراف بغداد الفسيحة فلما لا يستفيد من هذا العالم الجليل؟ فكر علي بن المبارك ثم ابتكر لنفسه طريقة جديدة في طلب العلم فكان ينتظر مجيء الكسائي إلى الرشيد فإذا أقبل تلقاه وقاد له دابته ثم أخذ بيده ومشي معه إلى قصر الخليفة وخلال الطريق يسأله عن المسائل التي يريد معرفتها فإذا دخل الكسائي القصر رجع الشاب علي ابن المبارك إلى مكانه وانتظر إلى أن يفرغ الكسائي من تدريس الأميرين فإذا خرج من القصر تلقاه وأخذ بيده حتى يركب دابته ويظل معه يسائله حتى يقترب الكسائي من بيته فيودعه الشاب ويعود راجعا استمر الشاب يتعلم العلم وهو يسير على قدمه وكان فطنا حريصا يسجل كل ما يسمعه من أستاذه حتى حفظ أربعين ألفا من الشواهر أحمية وألف الكثير من الكتب فلما كابر الكسائي ومرض طلب منه الخليفة هارون الرشيد أن يختار لولديه معلما يقوم بالمهمة عنه فقال الكسائي لا أعرف أحدا من أصحابي مثل علي بن المبارك في العلم والفع ولست أرضى لكم غيره وهكذا دخل علي بن المبارك إلى دار الخلافة عالم المرموقة ومؤدبا موثوقة بعد سنوات طويلة من الصبر والكفاح في طلق العلم سيرا على الأقدام الآن سنقوم في حل الأسئلة المطلوبة تروا الإجابة الصحيحة فيما يأتي إنها مثل المسلم يعد أسلوب تشبيه أسلوب تشبيه والد عبد الله راوي الحديث هو الخلفاء الراشدين ثاني بعد أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثالث عثمان والرابع علي الذي منع عبد الله رضي الله عنه من الإجابة عن السؤال هو الحياة يعد هذا المجلس أشرف المجالس لأنه فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم نمسح ما موقف عمر رضي الله عنه عندما أخبره ابنه أنه كان يعرف الإجابة وقال دانا ذلك عندي أفضل من كذا وكذا وقيل أمر النعم يعني الإبل الجميلة أفضل أنواع الإبل لتمنى لو أن ابنه أجاب وقال ذلك عندي يعني كان ذلك عندي الإجابة يعني أفضل من كذا وكذا وقيل أنه قال أفضل من حمر النعم يعني الإبل الأفضل أنواع الإبل بسرعة لكي لأن الدرس طويلاً يا الله يا الله أقرأ أن الصين قراءة جهرية ألون الكلمة كل كلمة ومعناها بلون محدد كل كلمة وقع وقع الناس يعني اللون دي بالأحمر وقع الناس يعني انصرفت عذانهم عذان لون خلد لون طيب يركب يعني ينتطي خلد لون تاني ينتهي يعني يفرق يفرق خالد لون لون تاني حمر النعم الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يبقى يبقى لهم نلوينهم بلون واحد يبقى كده خلاص عرفنا كل واحدة نلوينها ازاي وقع الناس يعني انصرفت ايه أزهانه اهي يمتطي خلاص عشان ما نلخبط شباط يالله انت عرفتم الموضوع كل واحدة بلونها مر مع الأحمر الأصفر مع الأصفر وهكذا يمسح آتي بضد كل كلمة مما يأتي كل كلمة مما يأتي أو مما يل العلم الجهل يودعه يستق بله الفسيحة الضيقة يقترب يبتعد الجهل ضد العلم الفسيحة ضدها ضيقة يودعه يستقبله يقترب يبتعد مفرد كل جمع مما يأتي مجالس مجلس العلماء العالم بسرعة خلاص يا الله حتى لا نضي الوقت ورتب مراحل عمر الإنسان بعد الميلاد أول شيء طفولة بعدين بعد الطفولة الصباب ثم الشباب ثم الفتو ثم الكهولة ثم الشيخوخ طفولة صب شباب ثم كهولة شيخوخ طفولة صب شباب ثم كهولة شيخوخ يلا يمسح لا س يال لا تنسوا اللايق والدعاء والاشتراك أفهم وأجيب العقل وأعمال الفكر من نعم الله على الإنسان محدد من النص الأول والثاني المواضع التي تدل على التفكير والتأمل للوصول لأهداف محددة وألخصها شباب هنا النص الأول الأول أنا بيقول إيه عمال الفكر والتأمل للوصول إلى إعداد الأول نص الأول نص الأول نص الأول كير أصحابة للوصول إلى الإجابة على السؤال هذا أعماله فكر من الصحابة رضي الله عنه تفكير الصحابة الوصول إلى الإجابة على الشيء المساعدين تفكير لأن الكلام تلع مش مزبوط كير أصحابة للإجابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول شيء في أعمال العقل أيضا تفكير علي اب المبارك كيف يتعلم الكسائي التفكير ووصل إلى ما وصل إليه بعد هذا التفكير للوصول يتعلم الكسائي حتى يصبح عالما تفكير كيف يتعلم من الكسائي حتى يصبح عالما تبقى هنا نص الأول والثاني فيما ي практи delic للتفكير والتعامل للوصول lleg أدخل المحددة والخص الأول تفكير الصحابة للإجابة على سؤال النبي الساني تفكير علي ابن المبارك كيف يتعلم من الك سا حتى يصف عالما طبعاً الثاني هو تفكير علي الله نمسح مرت رحلة الشاب النجيب في طلب العلم بمراحل ورتبوا هذه المراحل كما جاءت في النص أول حاجة شغفه بالعلم ورغبته في تلقي العلم الثاني شيء الاستماع للقسائي الاستفادة من علمه ثالث شيء حفظ كل ما يسمعه من أستاذه رابع شيء تأليف الكثير من الكتب هذه المراحل كما نراها بسرعة يلا دمين واحد ثلاثة أربعة ثالث الله حتى لا نطيل عليكم أقترح أكبر عدد ممكن من العنوين المناسبة لكل من النصي النص الأول ممكنول حب الوالد الشديد لولده ظهر في قول سيدنا عمر أيضاً ضرب المثل مهم في عليم ثبت العلم الرسول صلى الله عليه وسلم خير معلم الرسول صلى الله عليه وسلم خير معلم تشجيع الوالد في ولده النص الثاني حب العلم صبر في طلب العلم الجد وجد ومن زرع حصد كما فعل هذا الطالب قصة عيات عالم كل هذه عنوين ممكن نعلي أعطيكم دقيقة خلاص وممكن ليس ما خلص يوقف الفيديو ثم ينقل حتى لا أطيل عليكم يلا اختار الإجابة الصحيحة فيما الوسيلة النقل التي لا يستحيل أن الكسائي كان يستخدمها من اللي ممكن استحال أن يستخدمها طبعا في ذلك الوقت هي السيار استحال أن تستخدم في ذلك الوقت حفظ علي ابن المبارك من الشواهد أربعين ألف أربعين ألف كانت بغداد عاصمة الخلافة العمسية وهي الآن عاصمة العراق لا لا اختاروا صفة من صفات ابن عمر رضي الله عنها وصفة من صفات علي ابن المبارك رحمه الله واتحد أسوى عنها أمام الصف طبعا ابن عمر بيتميز بالحياة وابن المبارك بيتميز بحب العلم لذلك أنا سأتيكم هنا بالصفة كما نرى كبرهم صفة الأولى حب العلم الصفة الأولى هي حب العلم حب العلم يجعلك تضحي من أجله طبعا أنت هتكتب الكلام عشان تقول أمام زملاء حب العلم يجعلك تصهر الليالي حب العلم يجعلك تستيقظ باكرة حب العلم يربي الإنسان يربي في الإنسان النظام والانضباط والانضباط ويجعل حياته كلها فاعلية ونشاطة نحتاج في مجتمعاتنا إلى نظام حياتي حقيقي العمل الدراسة والمعاملات الاجتماعية وجل المجالات وأول من يضع معالم هذا النظام هو العلم لأنه يؤسس لمخطط مستبصر وضعه عقول واعية مدركة إننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى أن نسعى إلى طلب العلم ونحث على حبه ونغرس في الأجيال حب التعلم هذا هو المهاد الحقيقي لبناء جيل يبلي بلده ويعلم هدفه فيجسده بصقة تامة ما خاب من سعى في طلب العلم فهو طريق النجاح في الدنيا وهو المقرب إلى جنان المقرب إلى جنان الآخرة لأن العلماء ورثت الأنبياء منارات مشرقة على المنابر تشرعب إليها الأعماق كي تسمع أحلى الكلمات كلمات فيها عبرة وعظة معلومة وفائدة فلفها قيم أخلاقية توزن بالذهب بعد ذلك الموضوع الثاني الحياء الحياء هنا هو حياء ابن عمر نص الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الإيمان بضع وسبعون شعبة أو قال بعض وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها أقل شيء تماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياء خلق كريم القلبي خلق في القلب يقتضي الانكفاف عما لا ينبغي هذا الحياء الحياء خلق كريم في القلب يقتضي أن ينكف صاحبه ينكف صاحبه يعني يتوقف عما لا ينبغي من المعاصي يستحي لا يفعل المعاصي ولا يفعل الأشياء التي تنتقد عليه أو تنتقد عليه يمنعه حياءه من ذلك يمنعه حياءه من ذلك فهو من الإيمان مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء يقول له دعنت الحياء فقال له صلى الله عليه وسلم دعه إن الحياء من الإيمان فالحياء خلق كريم قلبي يمنع صاحبه من الخصال الذميمة والأخلاق المنحرفة ويحمله على مكارب الأخلاق الأخلاق ومحاسن الأعمال تمام يا أبطال عند الموضوعين أنت طبعا من ممكن توقف الشاشة وتكتب برحتك لكي الفيديو ما يطولش عليكم أكثر من هذا الآن نعود إلى الدرس خلاص كلمنا صفة علي ابن عمر وصفة ابن المبارك استنتجوا الآداب الفاضلة من النصين وضعوها تحت عنوان يعجبني ثم آتي مضدها تحت عنوان لا يعجبني أول حاجة أنا الذي عجبني في النص الأول الحرص على تعليم الناس الخير أيضا الحياء الحياء عند مين الحياء عند عبد الله بن عمر أيضا ما أعجبني حب العلم لابن المبارك أيضا الصبر في طلب العلم هذا أيضا يعجب لي لا يعجبني لو ما كانش عندك حياء يبقى قلة يعني ما يش نقول يعني عكس الحياء عندما أنت تعمل شيء يعني لا يليق يعني تصرف الخارج عن الزوغ تصرف الخارج عن الزوغ والأدب يبقى ما عندوش حياء يعني وهذا يعمل شيء يخرج عن الزوغ وعن الحياء حب العلم لا يعجبني التكاسل في طلب العلم أو ممكن أقول كره كره صحة لا يعجبني كره طلب العلم لا يعجبني الاستعجال في طلب العلم يعني عاوز بسرعة الإجابة دون أن يفهم شيء ما يكتبه خلاص يبقى عندنا الحياء ضد التصرف الخارج عن الزوغ والأدب حب العلم كره طلب العلم الصبر في طلب العلم الاستعجال في طلب العلم وصل يا ابطال طبعا ممكن لو أقف الشاشة أضعوا علامة صحة أمام الأسباب الممكنة التي جعلت عمر رضي الله عنه يتمنى أنه أجاب ما هو على السؤال طيب ممكن سيدنا عمر النفس لأن الأب بطبع يفخر بنجاح ابنه وزكا وزكا وطابع أن إجاباته قد تكون في كسب المال أن إجاباته قد ترفع مكاناته عند الرسول صلى الله وسلم أن إجاباته قد تكون سبب التولي منصب كبير أن إجاباته قد تجعله يحظى بدعوة من الرسول هم من دول الثلاث الصح بطبع يفخر بلجاح ابنه وزكا نفسه يكون أفضل ولد إجاباته قد ترفع مكاناته عند الرسول الله سبح وكل هذا ولد زكي أن إجاباته قد تجعله يحظى بدعوة من الرسول والله مبارك في علمك وكذا ثلاثة فقط هم الصح أو حددوا من النص الثاني ما ينطبق عليه المعنى في البيتين الآتين ينحط إلى العلم بجد إلى كسل نهوض عبد واصبر على نجله صبر المجد له فليس يدركه من ليس يصطبر نقول اللي حصل ويدل على إن هو كان شغال في هذا المجال مرة الشاب يتعلم وهو يسير على أدميه وكان فطرا أريصا يسجل كل ما يسمعه حتى وصل لفين بقى حتى حفظ أربعين ألفا من الشواهد وألف الكثير من الكتب ليس يدركه من ليس يصبر صبر صبر الكثير من الكتب شبه الرسول المسلم بالنخلة فما أو يكتب بينهما النخلة نافعة والمسلم نافع لن نافعة للناس والمسلم نافع للناس نافعة النخلة كلها مفيدة كذلك المسلم تفيد الناس بكل شيء عنده علم جهد ووقت ومال كل شيء جهده يعني ممكن تشيل مع واحد توصل واحد ساعد فقير مال وتتصدق نخلة كلها مفيدة كذلك المسلم مفيد بكل شيء عنده علم جهد وقت مال أي شيء يكف عنه شره خلاص أعطيكم دقيقة النخلة نافعة للناس والمسلم نافع للناس النخلة كلها مفيدة يعني جزعه يصنع منه القوارب والمباني والسعف يصنع منه السلال البلح والقمر حتى الناء اللي داخل البلحة يستفيد منه الحيوان الجريد يصنع منه الكراسي سياء كثيرة مفيدة كذلك المسلم كله مفيد لغيره يا الله يا الله مين عظي الأمين والمأمون منذ الصغر بطلق العلم على يد عالم جليل يأتيهما بنفسه بينما حرم علي المبارك من ذلك ما تعليلك لهذا ليه لماذا أقول لأن أمين والمأمون كان والدهما ملكا يملك الماج وهو مهم جدا و أما علي ابن المبارك فقد كان يعمل نفسه ليحصل على المال ويريد تعلم في مع العمل نريد التعلم يعني هو يعمل يتعلم في ناس كتير كده تعمل وتتعلم مع تدرس ويعمل ولأن الأمين والمأمون كان والدهما ملكا يملكوا المال وهو من ددا ومعلي ابن المبارك فقد كان يعمل بنفسه ليحصل على المال ويريد التعلم مع العمل هكذا يلا يا أبطال أعطيكم نصف دقيقة حتى نمسح لس يلا كمّل يلا أقرأ المواصفات الآياتية وحدد المجلس الذي تنطبق عليه بوضع علامة المجلس الأول ولا المجلس الثاني يروي حديثا واحدا وقع في مجلس واحد ما كان في المجلس الأول ورد فيه ذكر خمس شخصيات خمس شخصيات آه المجلس الثاني الأمين والمأمون وهارون الكسائي وابن المبارك يروي حدثا ممتدا في زمن طويل المجلس الثاني يظهروا فيه تأدب بحضرة الكبار الكبار المجلس الأول يظهروا فيه الصبر في طلب العلم المجلس الثاني استخدام اللغز وسيلة للتشويق المجلس الأول في دلالة على أن العلم أشرف من المال المجلس الأول لما سيدنا أمر كان يقوله كان عندي أفضل من حمر النعم أفضل من كذا وكذا دليل على أن العلم أشرف من المال خلاص كتبناهم يالله خلاص نمسح طلق العلم مشيا على الأقدام صورة فريدة من صور طلق العلم قديمة وفي وقتنا الحاضر عددت أسليب طلب العلم وتأثرت للجميع وتحوروا مع مجموعاتي حول تلك الأسليب التي نذكرها لطلاب صفنا الوقت نحن ممكن نتعلم التعلم في المدرسة ده أول أسلوب تعلم عن بعد ده ثاني أسلوب كما يحدث في عصر كورونا علم من مصادر علم المكتبة والفيديوهات المعدة العملية التعليمية سوف تنجب علم عن طريق سات تأخذ قرص واحدة بواحدة كده حتى تصبح عالم علم عن طريق دورات هدوات الله كفاء كده لم تكن رحلة ابن العلي بن المبارك بتخلوة من عناء وتعب لكنه استمر في كفاحه من أجل الوصول إلى المجد أتخيلوا بعض الصعوبات التي وجهته في رحلته ثم أحدث عنها بعض الصعوبات كلت المال والبرد جديد وهو يسحب أو يمسك دابة شيخه برد الشديد في الطريق وهو يسحب دابة شيخه طول الطريق وهو يمشي على قدميه قدميه انشغاله بعملي شدة الحرارة في طريق ايكي ده ايكي ده اسريعوا هكي الاسلوب اللغوي اسلوب الدعاء من الاساليب التي لا نستغني عنها فنحن ندعو لمن إزدى إلينا معروفا وندعو حين نطلب من شخص القيامة بأمر الماء أو الكف عن عمل الماء يقول له هداك الله أطال الله عمرك على طرعته جزاك الله خيرا أطعمك الله من ثمار الجنة تعالوا بنا لنرى كل دعاء يناسي أعطني القلم يا أخي جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا تقولك إلى أخير تطلب منه لا تؤخر الصلاة عن وقتها هداك الله واحد شايفه في آخر الصلاة بتقول له هداك الله شكرا لك يا أبي على هذه الرحلة الطويلة بقول له أطال الله عمرك على طاعته سلمت يداك يا أمي على هذا أطعام اللذيذ أو لا أطعمك أطعمك الله من إمار الجنة ممكن برضو أطل القلم يا أخي أطل الله عمرك على طحقه وممكن أقول للأبي شكرا لك يا أبي جزاك الله خيرا أقول له جزاك يعني ممكن تمشي دي وتمشي دي يعني ممكن نأتي أيضا بجزاك الله خيرا للوالد ونقول أطل الله عمرك على طاعته لأخي يعني هنا ممكن كده برضو أطال الله عمرك على طاعته يعني دي تمشي هنا برضو بتدعي لأخوك من رب اللي يطول عمره وممكن هنا نقول للوالد جزاك الله خير يعني كما تحبوه يلفع لده لأبوك يطول الله عمره وممكن تقوله برضو بجزاك الله خير يعني دي تمشي ودي تمشي عيا يا أبطال الله أشارك مجموعتي في كتابة مقدمة مغيرة لمقدمة النص الثاني وأكتبها هنا بخط الجميل مقدمة للنص آه عمره شوية يقول الشاعر من لم يذك مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته حقا إن طلب العلم يحتاج إلى الصبر ومعنى في هذا النص مثال لطالب لطالب العلم صبر في طلب العلم حتى صار عالما هذه المقدمة وسندخل بعد ذلك في الموضوع اللي هو الموضوع السابق ويقول لي غير المقدمة اللي كانت موجود وأتيت لكم هذه المقدمة من لم يذك مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته حقا إن طلب العلم يحتاج إلى الصبر ومعنى في هذا النص مثال للطالب علم صبر في طلب العلم حتى صار عالما مربوغ ثم نبدأ بالبداية خالص يقول الشاعر تدخل الفقرة الجو شوية لأن بداية الفقرة تكون دخلة شوية بعدين حقا أيضا أدخلها خلاص تمام سكر يلا هل أكتب هنا الأسطر هنا لاحظت إيمال بعض الطلاب بعض الطلاب حل واجبتهم وعدم احترامهم معلمهم فتطوعت لإلقاء كلمة تبين فيها وتطوعت لإلقاء كلمة تبين فيها أهمية العلم وفضله أكتب نص هذه الكلمة وألقيها أمام زملائه تبين أهمية أهمية العلم وفضله أهمية العلم وفضله يا الله هنا مفهوم العلم العلم لغة يعرف العلم لغة بأنه عكس الجهل وهو معرفة الأمر على ما هو عليه معرفة حقيقية جازمة كما أنه المعرفة واليقين ألاصل كمل وقيل بأنه المعرفة عبر البحث والدراسة المتفحصة لتشكيل العالم المادي عن طريق المشاهدة أو أداء الاختبارات أو القياس واختبار النظريات وتطويرها لوصف هذه الأحداث والأنشطة والنتائج طبعا أهمية العلم وفضله مع بعض إن للعلم فضلا وأهمية كبيرا أمر مع بعض أنا ممكن نقول فضل العلم وإيه وأهميته لو حبنا نزود نقول إن للعلم فضلا وأهمية كبيرا فهو يدفع الإنسان لتأمل عظيم قدرة الله في خلقه كما يدفعه للاستزادة من كافة العلوم والمعارف حوله ومن فضائل العلم كذلك ما يأتي الله أصند الله يعد العلم إرث الأنبياء فلم يترك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دنانير أو دراهم لما تركوا خلفهم علما بينا وبراهين عظيمة ممن حظي بالعلم وقد حظي بخير الأمر وفلاحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وإن العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم أو رث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافق من أخذ به أخذ بحظ وافق يبقى العلم ويخلو ويفنى المال ويفنى المال والمادة ولا يبقيان ولا يبقيان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث بيأة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يعد طلب العلم طريقا إلى الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علم تهل الله له طريقا إلى الجنة إنسانك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة الحديث اللي أبله إذا مات من آدم القطع عمله إلى مثل صدقة جارية أو علم ينتفع به هذا دليل على أهمية العلم أولا صالح يدعو له تمام كذا أبطال الله أصندي نروح للكتاب أغني ملف تعلمي هذا سأجعلها بمفردها لأنه عاوز بدي كيف اتحدى العلماء في طلب العلم وعاوز نكلم عن أمير المؤمنين عمر أو الصحابي الجليل والخليفة العباسي أكلم لكم عنه بالثلاثة وتختاروا الموضوع اللي تختاروه ولكن سيقول ذلك في درس آخر لا تنسوا الدعاء واللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته